أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن جوزب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي سيصل إلى طهران مساء اليوم لإجراء محادثات وذكر المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة أن بوريل سيبحث في طهران العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية فضلا عن آخر المستجدات المتعلقة برفع العقوبات الدولية على إيران وتأتي الزيارة مع تعثر مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي